خبر مهم وعاجل جدا لكل من أخذ اللقاح مش عايز طبعا رعب ولا ألأ ولكن الموضوع مهم أول امرأة عربية بعد اعتراف أسترازينيكا بأن اللقاح به أثار جانبية مميتة فأول امرأة عربية تصاب الشلل ويعني تكسب قضية تعويض على أسترازينيكا خلينا نشوف الخبر ونشوف اللقاح بهل بيسبب الشلل وهل الشلل ده جاي فين ونعرف القصة بالزبط علشان من حقنا أن احنا نبقى داريانين وعارفين إيه اللي بيحصل في العالم وإيه اللي بيحصل حوالينا يلا بينا نبدأ الأخبار بالتفاصيل ودايما زي ما عودتكم في كل فيديوهاتي يا جماعة لازم نقول اللهم ارحمنا من القادم القادم سيء قدينا شايفين عواصف شمسية في فيديو تاني هينزل لأن في عاصفة شمسية النهاردة بنكلمكم يوم الأحد 12 مايو 12 خمسة الفين اربعة وعشرين عاصفة شمسية جديدة ستصل إلى الأرض خلال أربع خمسة أيام وأقوى بكثير مما حدث ستؤثر أيضا على الاتصالات خلينا نشوف الفيديو القادم مهم قوي ياريت تعمل اشتراك دلوقتي في القناة ياريت تقول اللهم ارحمنا من القادم قول أمين دوس على الزرار كمان لتحت الفيديو المكتوب على الاشتراك ليصل الكل جديد ما تنساش يا جماعة تعملوا الإعجاب أو اللايك ياريت تعملوا دلوقتي لدعم القناة وتاني انشروا الفيديوهات شاركوا الفيديوهات شيروا الفيديوهات الدال على الخير كفاعلوا خلوا الناس تبقى داريانا إيه اللي حصل من أسر زينكا وإيه اللي حصل من اللقاحات وألهم ارحمنا من القادم قولوا أمين هنبدأ نشوف أول خبر معانا بيقول إيه امرأة تحصل على تعويض ضخم بسبب لقاح كورونا ما القصة الموضوع مش جاي بس في مصراوي جاي في كل مواقع العالمية ونقرأ التاريخ جاه بتاريخ مبارح أو الأمس 11 السبت 11 مايو 2024 احنا اليوم الأحد 12 مايو 2024 قبل ما نبدأ نشوف كيف حصلت هذه المرأة أو من أي دولة عربية نعرف القصة اللي احنا نزلناها في فيديو قبل كده ولكن سريعا جدا للعلم من قناة أو من موقع العربية جاي فيه بيقول إيه أسترازينكا اقرأ جماعة اقروه معايا أسترازينكا تعترف وتعويضات قد تصل للملايين وفيات وأمراض خطيرة بعد لقاح كورونا الكلام ده اعترفت به أسترازينكا أمام المحكمة وقالت إن هناك أثار جانبية مميتة كلام ده مش من عندنا خطر لقاح أسترازينكا يفوق الضرر الذي يشكله كوفيد ده كلام من لندن وخطير كلام ده جئ إمتاج الأسبوع اللي فيه 29 أبريل وعملنا به فيديو مخصوص إحنا بنفكركم بس به يبدو إن شبح فيروس كورونا وتبعات لقاحه لن تختفي رغم انحصار الجائحة التي قضت مضجع جل أو جل سكان المعمورة حيث أقرت شركة أسترازينكا اقرأ افهم ما بين السطور ولأول مرة بأن لقاحها ضد فيروس كورونا يمكن أن يسبب أثارا جانبية نادرة والعربية كانت بها كده مميتة في تحول واضح قد يفتح أبوابا للحصول على تعويض قانوني بملايين الجنيهات الاسترلينية حسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية وتناقلته عدة وسائل إعلام وتلاحق حاليا شركة الأدوية قضائيا في دعوة جماعية بسبب مزاعم بأن لقاحها الذي تم تطويره مع جامعة إكسفورد تسبب في الوفاة وإصابة خطيرة في عشرات الحالات وصرح المحامون أن اللقاح أنتج أثارا جانبية كان لها تأثير مدمر على عدد صغير من العائلات وقدم أول الضحايا ويدعى كذا وهو قبل طفلين كذا 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 واللي إحنا شايفين هو وتطعن أصر زينيكا ورفعت وجايبين كل بقى الناس اللي رفعوا وده اللي إحنا جبنا يا جماعة الإسبوع اللي فقت إيه الجديد؟ إن أول امرأة عربية وتحصل على تعويض ضخمة بسبب لقاح كورونا وهما القصة ونقراها وجاية برضو في عدة مواقع أخرى في حكم تاريخي قضت محكمة مغربية بتعويض امرأة مغربية بمبلغ 250 ألف درهم أو حوالي 25 ألف دولار أمريكي بسبب تعرضها لمضاعفات خطيرة بعد تلقيها لقاح أثر زينيكا المضاد لفيروس كورونا وفق ما أفاد موقع هسبريس وكانت البحثة في جامعة ابن طفيل الدكتورة ناجات التواتي تقدمت بشكوى في يونيو 2022 تطالب فيها بتعويض عقب إصابتها بشلل على مستوى الوجه والأطراف السفلية أو الأطراف السفلي ثاني شلل على مستوى الوجه والأطراف السفلي بعد تلقيها جرعة من لقاح أثر زينيكا واستغرق إصدار الحكم حوالي السنتين وكانت الحكومة المغربية قد ردت على الجدل الدائل بشأن الأثار الجانبية التي تسبب بها لقاح أثر زينيكا والتي اعترفت بها الشركة المصنعة نفسها يشار إلا أن شركة أدوية البريطانية السويدية أثر زينيكا كانت قد أقرت سابقا في وسائق محكمة بأن لقاح المضاد لقوف التسعتاشر يسبب أثار جانبية مثل جلطات الدم وانخفاض عدد السفائح الدموية حسب تقارير إعلامية وذكرت الشركة أيضا أنها ستشرع في سحب ترخيص تسويق اللقاح كذا كذا داخل أوروبا هنا بقى عندنا نفس الحكاية جاية في العربية موقع العربية عن المغرب سابقة في المغرب تعويض امرأة 250 ألف درهم بسبب أثر زينيكا الكلام ده نشر 10 مايو وفي سابقة تشهدها البلاد أصدرت محكمة مغربية أول حكم من نوع لتعويض امرأة تنررت من مضاعفات كذا وفي التفاصيل أصدرت المحكمة الإدارية في الرباط حكما قطعيا يقضي بدفع وزارة الصحة للمدعية التي أصيبت بشلل في الوجه تعويضا قدره 250 ألف درهم مايو عادل 25 ألف دولار أمريكي وتحميلها المصاريف في حدود المبلغ المحكم به ورفض باقي الطلبات وفق ما أفاد موقع هسبرس من يوم الخميس اللي فات ومن يونيو 22 أتى ذلك عقب تعرض المدعية وهي أستاذة جمعية تدعى ناجات التواتي لشلل على مستوى الوجه والأطراف السفلي إسر تلقيها لقاح أثر زينيكا الذي سبب لها التهابا عصبيا لتبادر في يونيو 2022 إلى التقدم بشكوى أمام المحكمة الإدارية في المغرب هنا أثار جانبية مميتة أنا عايزك تقرأ دي أثار جانبية مميتة للقاح أثر زينيكا وما حدش يا جماعة بيقول التفاصيل بس اللي احنا نعرفه إن اللي ما حصلوش أثار بعد هذا اللقاح أعتقد في حدود شهرين أو أسبوعين فكده مش هيجيله حاجة تاني دلوقتي ده الكلام اللي تقال وبيقوله إن النسبة نادرة جدا ولكن قاله جلطات دلوقتي التهاب في الأعصاب والمحكمة حكمت بدا وباين إنها أصيبت بالشلل إيه الحقيقة ورقصة الله هو الأعلى والأعلم ولكن معظم مزارات الصحة في العالم قالت إن خلاص ملهوش تأثير تاني واللي حصل حصل ولكن يعني نفعه أكتر من ضرره بكثير وما حدش يتكلم على حكومات دوله بالذات الحكومات العربية لأن اللقاح اتوزع منه عدة مليارات عدة مليارات وتم تلقيح ملايين الملايين من البشر في حتى الدول العظمى والدول الكبرى وأصيب أيضا من أسهار الجنبية في الدول العظمى والدول الكبرى فالدول العربية محدش يلومها جماعة لأن إحنا مستهلكين إحنا ما بنصنعش وما كانش قدامك أي حاجة تاني تختارها غير اللقاحات اللي تم إنتاجها في الغرب علشان محدش يلوم الحكومة العربية بتاعته وقولك طبعا ما عندكش حل تاني وما كانش ينفع تسافر وما كانش ينفع تخش المطارات وما كانش ينفع تعمل أي حاجة لأن شيء فرض عليك لأن إحنا قلنا دول مستهلكة لا تصنع إحنا ممكن نعبي ممكن نركب ولكن النوهاو أو كيفية الاختراع مش عندنا إحنا ناخد الاختراع ونركبه ولكن غير كده ما عندناش فما حدش يلوم حكومته العربية لأن ده أثر على العالم بالكامل ولكن هنا مكتوبة واضحة على عهدة قناة العربية فيما استغرق إصدار الحكم حوالي السنتين يعني المحكمة ما أخدتش قرار سريع عكيد جابت أطباء وجابت معامل وجابت حاجات تثبت أن الست لها حق وأن الشلل أصيبت به بسبب هذا اللقاح يشارع إلى أن شركة الأدواء البريطانية السورية أسرزينيكا كانت أقرت سابقا في وصائق الكلام اللي إحنا جبناه ومصادقة اللجانة العلمية المختصة فيما أكدت الحكومة المغربية أمس استعدادها لمناقشة جميع القضايا بما فيها موضوع اللقاح فور اكتمال انتخاب اللجان البرلمانية كما أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتس خلال مؤتمر صحفي أن اللقاحات التي تم استخدامها في المغرب لا يتم العمل بها إلا بعد أن تحظى بمصادقة اللجانة العلمية المختصة بهذا الموضوع وفقا لوكالة الأنباء المغربية إحنا رحينا على فين في العالم ده الله هو الأعلى والأعلم ولكن دايما نقول اللهم ارحمنا من القادم قولوا أمين اللهم أغسنا من القادم اللهم نستودعك الأرض ومن عليها من أبرياء إحنا في حروب على وشك اندلاح حرب شاملة إقليمية حرب عالمية على وشك تغير في المناخ على وشك حاجات كتير بتحصل في الكون ده خلينا نقول اللهم نستودعك الأرض ومن عليها من أبرياء قولوا أمين يخلينا نقول لنحن افسدنا كثيرا فنعتبر ان كل هذه انذارات سمائية لكي نعود انتظروني في فيديو مهم جدا 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 قادم ياريت تعمله الشراء دلوقتي في القناة عشان يجي لك الاشعار هتدوس على الزرارة تحت الفيديو وتدوس المكتوب على الاشتراك تعمل نشر انشر وشير وشارك الفيديو خلي الناس تعرف ايه اللي بيحصل وايه اللي تم ياريت تعمل الاعجاب او اللايك لدعم القناة ويريت تقول امين وانتظروا الفيديو القادم كان معكم فادي فكري والى ان نلتقي اترككم في رعاية الله وامنه والسلام ختام على الجميع